السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأصدقائي العزاء مرحبا بكم معي في قناتي على اليوتيوب قناة عبدالعزيز قبل النهاردة ان شاء الله هنكمل موضوع عن يعني الناس اشتكت من الصوت ما كانش واضح في الفيديو اللي فات في موضوع هنتكلم نهاردة ان شاء الله عن الميكانيكا الجار النهاردة هنتكلم ان شاء الله عن الفكرة ايه في الهيدروليك جار نقول يا جماعة ان الهيدروليك جار ده بيستخدم الزيت الهيدروليكي او الهيدروليك في الوود نقول يا جماعة ان هو بيحصل تأخير او تعطيل او بيحصل ان هو بيخلي بيحصل ديلاي يعني تأجيل بعد كده بتلاقي الفرس كبيرة جدا اللي اتخلص طيب نقول الوقت بتاع التأخير ده that is provided by hydraulic fluid being forced through a small port or series of jets فبنقول الهيدروليك جار هنا بيخصرش ده جماعة انت عندك ده الهيدروليك جار cooking ازاي عمله cooking يعني هو كان في وضع not cooked فانا محتاج اعمل له cooking زي ما انت شايف كده ده الهيدروليك جار زي ما اتكلمنا عليه قبل كده قلنا في عندك هنا ده المكان اللي هو اللي فيه خنق ده او المكان المخنوق ده او بنسميه وده عندك ده الماندر البتاعك اهو نبسته من الماندر البتاعك اهو وزي ما انت شايف كده فيه من هنا زي نتوق كده وفيه هنا اللي هي المترينج بورت بتاعك او ده اللي بيعاد منها الوقت فاللي بيحصل ايه؟ انا بقوله ده انا هعمل cooking للجار يعني ايه؟ هو الوقت كان مثلا مفتوح وانا عايز فلوك يعني احط المنطقة الزيادة ده في خلاص الانرمندر ده احركه ده لحد ما الجزء ده اهو ييجي فين؟ ييجي في طيب انا لما حركته عملت له كده بالمنظر ده خلاص ونزلته هنا كده هو ايه؟ طيب انا بعد كده بقى عايز اعمله فايرينج خلاص يبقى انا عملت له cooking سخنته الاول سيما اتفقنا قبل كده يا جماعة احنا بنسخن الجار قبل ما نفتدي اه قبل ما قبل يعني قبل ما نضربه اذا نسخن الجار ليه؟ علشان اه مسلا ما يضربش منها فجأة يعني انت دايما هو المصمم الجار نصمم انه هو يبقى على مرحلتين مرحلة ان انا عمل cooking وبعدين مرحلة اعمله عشان يحصل له خلاص خلاص عملت له cooking لحد ما خليت الجزء ده موجود في طيب خلاص بقيت موجود هنا طيب انا دلوقتي خلاص بحفر بقى وانا وضعه في وضع الكوك ده وغيره وبحفره والدنيا تمام مش عارف مين وفجأة استقيت فعايز اضرب الجار بتاعك طيب عشان اضربه فقالك هتشد مثلا تعمل overbull معينة ال overbull ديت اللي انت بقى موجودة عندك في المانوال او في ال data اللي بقى بتاعك بتاعك ولك هتشد لحد قيمة كذا فانت تجي شادد بلود معينة فاول ما هتشد كده هتشد كده هتشد كده الزيت ده بيقى مضغوط جدا الزيت ده بيقى مضغوط على الاخر لو انت بتشد كده هتشد كده هتشد كده ال area دي بتنضغط بتنضغط تنضغط 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 ففي انرجي بتبقى يحصل لها ستوريا انت تتخزن هنا طبعا بيبدأ بيطلع بس منها ايه جزء بسيط خالص من الزيت بيطلع من خلال البورت دهو فالبورت اللي بيطلع من هنا بيطلع بنفس القوة البرشور اللي ايه اللي موجود جوه هنا فبينزل هنا يزود لك في البرشور في المنطقة اللي موجودة تحت هنا خلاص طيب اول ما نزلت هنا اول ما حادتك من الجزء ده هم عادة او وانس من الاريا عادة في الديت انسيكشن فقلت بالك ان ده كان مضغوط جدا فبيجي ما حصل له ريليز تحت هنا بالاضافة ان البورت ده كان ما عادة هنا برضو فمجموعة ده ما عادة يعمل لك اكسليريشن او يخلي الماندريل يتنطر بسرعة لفوق وبالتالي يحصل لك بتاع الجار بتاعتك خلاص فده الميكانيزم بالزبط بتاع الهايدروليك جار طيب الهايدروليك جار ميكانيزم زي بنقول لكم هو بنشبد عليه بمعين يعني فاللي بحصل ان في زي بنقول الكلام ده مضبوط ثم بعد كده حال ده بنقول له ونفس الكلام اللي احنا قلناها بالضبط ان انت لما بتعدي المنطقة اللي فيها الخانق دي فعندك الزيك المضبوط فوق ده بحضرتك بيجي عامل زي بتقول عندك من تحت النقطة اللي احنا بتكلمنا عليها دير وبالتالي بيساعد معاك ان انت يحصل لك طيب البومب اوبن فورس بشكل عام عشان ناخدها في الحسابات بتاعتنا دلوقتي يقول لك ايه يقول لك دلوقتي يا جماعة مش احنا مركبين اهود دقاء وبعدين مسلا وبعد كده الجار وبعد كده وبعد كده بتاعتنا طيب انا دلوقتي وانا ببامب بريشر موجود هنا مشانا ببامب الفليوت بتاعي بيديك مسلا تلات تلاف ديس صيحة مسلا يقول لك ان انت اضعف حتة او اكتر حتة بتموت البريشر بتاعك ان هو النوزلز فمعنى كده ان النوزلز بتاعت الدقاء دي يا جماعة لما مسلا بينقص من تلات تلاف لحد الف فمعنى كان ان هو عامل باك بريشر وراه في بريشر ترابد وراه فالبريشر اللي موجود ترابد هنا كده يعني نبحثنا هنا دقاء ففيه بريشر ترابد هنا يقول لك البريشر ترابد ده ممكن يؤثر على حركة المندرل اللي موجودة تحت ديت يقول لك اه طبعا يؤثر ونصف يقول لك بتحسبها يقول لك هي قلتك تحسبها يقول لك F توبي بريشر في بريشر في الاريا بتاعتك fertig بتاع المندرل اللي موجودة عندك تحتها زي ما اتشايفه من منظر ده كده بتاعت الوش بايب اللي موجودة عندك هنا فبنقول ايه انا عندي الفورس في الاريا سوري اسف في الاريا يدي لك الفورس بتاعتك اللي هي القوميتها اللي يكون عشر تلاف بتاعك خلاص طيب انا دلوقت يا جماعة لو انا شغال لو انا بعمل كوكينج للجار وانا في وضع الاوبن يعني اللقتي كان الوضع مفتوح لفوق وعايز احاو اعملو كلوز اللي هو اقفلو عايز اقفلو فهلاقي ايه يا طرى هتقابلنو يعني اللقتي كان الوضع مفتوح لفوق عايز اقفلو لتحت عشان اعمل كوكينج وانا بنزلو لتحت ومشغل البنب فلاقي البنب فورس طلعا لأب فتبقى ايه معجزاني يقول لك it's more difficult to cook the jar يا صعب ان انا اعمل كوكينج للجار بيه طيب يقول لك طب كوكينج from closed position يعني اللقتي لو كان الوضع انا قافل وعايز افتح فهشد الفوق عشان افتح طيب ماه البنب معي فنفس الاتجاهي طلع اب اللي هو ترافد بريشور ده طلع اب فيقول لك cooking from the closed position it is easier to cook the jar سهل انه بتعمل كوكينج والجار طيب جارنج اب طب لو انا دقتي بعمل جارنج اب يعني هضرب جار اب طب مشان الجار اب ده جمعني يعني بشد اوفر بوله باستنى فراح ضارب معي اب طيب ماهو الفرس بتاع البنب معي اب برضو في نفس الاتجاه ها هو يبقى بتعمل ايه intensify the impact of the up jar blue يعني بتدعم او بتقوي حركة الجار لفوق او حركة الجار بلو يعني الفوق طيب الجارنج داون بقى لو انا بضرب جار داون فهيلاقي ان قوة الفرس دا البنب فرس ديت هي طبعا المفروض ان ايه اب هي بتبقى عكسي عكس الاتجاه بتاعي بتقولك ايه dampens the impact of the down jar blue يبقى دايما احنا حتى دايما نقول الكلمة دي للناس لما تيجي تضرب جار لو انت كنت هتضرب جار اب لقدر الله انت مستكب المخصورة هتضرب جار اب خد معاك البنب لو معرفتش تضرب جار اب بس من غير حاجة خد معاك البنب طيب جار داون يقول له لا ما تاخدش البنب طيب في نفس الوقت لو انت عايز تاخد تورك يقول لك لو جار داون خد تورك نفيش مشكل جار اب ما تاخدش تورك معاك نايمان احنا نقوله من نقول النقطة دي فمنقول له خد بالك اول النقطة ديت عشان تبقى عفوات الهنة طيب الهايدرو ميكانيكال تجار يا جماعة دا باختصار شديد دا جار فيه الاثنين فيه برضو الهايدروليك ايه ميكانيزمي برده بتاعك. يقول انه هيدرو ميكانيكال جار فانقول له يعمل هيدروليك ديلي وينجارينج وينجارينج ايه يعمل هيدروليك ديليز وينجارينج دون يعني يشتغل ويشتغل اب في وقت واحد. إن زي قلنا قبل كده ان فيه . وفيه اللي هو زي الحل في دين اللي هايدروميكانيكل اه جار اللي هم قلق عليه بيعمل هايدروليك يشتغل هايدروليك دي لما يتيجي تعمل . ويعمل دم تعمل جار داون. خلاص كده يا جماعة؟ طيب. اه خد دلك بقى من حاجة. لقلت يا جماعة انا عايز اطير بتاعي. خلاص. احنا اتفقنا هو. احنا قلنا عند الوقت اننا بنحفر وحنا نحطينه في وضع الكوك او في وضع النيوترا. وانا عايز اضرب الجار. عايز افيره. يقول لك انت لو ما انتش عامل له كوكينج يبقى تعمل له كوكينج الاول. وبعد كده تحطه عن تعمل لودنج عشان يضرب عند قيمة معينة. كلها دي بالحسابات. خلاص? فيقول لك هون. حاجة اسمها فايرنج فورس انفلوب يعني رينج كده. يعني مثلا انا هيا عفو كمان وتسعلي كده . هقول لك غريب وانا هتيجي تقرأ على المارتي انفلوب بتاعك كان كم كان كدة. خلاص? غريب ليك مثال. هني دلوقتي على سبيل المسال ااااا. المفروض عشان اخلص من ال لاتشي سكشن او اعمل بتاع ده عشان اخلص منه. فمحتاج لو انا قب كزة وللو انا دوا انكزة. اشوف ازا كنت هطيف ده وللا هناك قصوتي. وبالتالي انا كنت عند الوضع ده. انزل بالسترنج مسلا للوزن او اشد بالسترينج لحد ما في عندي القيمة الثانية. واستنى شوي. يجي ضارب معك الجار. يبقى لازم هنا نقول لك اهو. فورس واحدة عشان تعمل كوكينج الجار لو انت ما انتش ننزله اصلا كوكينج من الاول. والفورس التانية عشان يفير الجار بتاعك زي ما قلنا اللي انت بتحسيب يعني تحسيب دي بحسيب دي. خلاص? طيب. بقول هنا ان انا عندي بقول ان هو يعني ليه اتنين والوحدة والتانية بتبقى يعني بحسب على مرتين اتنين. طيب. فزي ما انت شايف كده هادة الصورة هي قدامنا ايه? ده لو افترضنا ان ده المارتين ديكر بتاعنا. اخذ بالك. وده كان الوزن بتاعي. بيقول يا جماعة لو افترضنا ان انا كنت بحفر وده الوزن بتاعي. اخذ بالك انت. فانا بقول يا جماعة ان انا عايز اعمل اه في حاجة عندي اسمها يعني ايه? يعني يقول لك مسلا ان انت عشان تضرب الجار بتاعك. لازم تحط قيمة معينة مسلا بالسلاك اه تعمل الاول. تعمل الكوكينج للجار الاول. وبعد كده تعمل بتاعك بالليه الميكانيزم بتاعك تقول مسلا هنزل يحط اسلاك اد كزا. وعد كده هو يحصل له بقى. خلاص? ونفس الكلام لو انت عايز تضرب جار اوب زي ما انت شايف هو ده اه. يعني انت مسلا كنت عند اه قيمة معينة هنا. بتسخن اللي تعمله كوكينج الاول. وبعد كده بيجي ايه? بتيجي حالة اف الوضع ده اللي هو يحصل له بتاعك. طيب. ولو جار كوكد تو فاير آآ آآ جار كوكد تو فاير داون. خلاص? اللي هو عند القيمة ده هي كده. انت بتعمله عشان اضرب داون. فانا كنت واقفن. اعمل له كوكينج يعني بقفله. بقفن عند القيمة ده هي. خلاص? طيب. وبعدين بيجي حضرتك بقى يا بدي لما بيحصل يضرب عشان يفير. خلاص انت عملت له كوكينج. قفلته. ثم بنزل بالوزن تاول حد القيمة دي. فييجي هو مفير دون عند القيمة دي. يعني هو مش هيفير غير لما يكون عند القيمة دي. خلاص? طيب. نفس الكلام لو انا دلوقتي كنت في الوضع ده. عملت له كوكينج عشان يفير اب. فهو كان هنا. قبلك. وهو بيفير اب عند ايه? عند القيمة. اللي هي جار فير اب عند القيمة دي. طيب. تعال ناخد شوية حسابات بسيطة كده للجار. انا هعمل ازاي كوكينج للجار يا جماعة. ايه الحاجات اللي باخدها معي. فاجأقول لك ساعتها المينمم ويد انديكيتور ريدنج. سواء ازا كان ميكانيكا لا اوهد. يعني انا بص على المارتين ديكر. هشوف قيمة كام. عشان ساعتها اقول لنا انا عملت كوكينج للجار. انا دلوقتي يا جماعة راح انا في موضع ايه? اوبن ولا كلوز. يعني البستم بتاعي كان اوبن ولا كان كلوز. افترض ان البستم بتاعك كان كلوز. يبقى انا احتاجا افتحه. طيب لما كان كلوز وانا احتاجا افتحه وافتحه ده انا هطلع لفوق. استطلع لفوق يعني هاخد بكاب. هطلع لفوق يعني هاخد بكاب. يبقى ساعتها بسجل معي اقول كان ب يعني هعمل بيكوب اوه واسجل لست ريكوردة بيكوب ويت كانت تلتين وقتين الف مثلا طيب دايما معايا طالما ان انا تحت الجار ما هو تحت الجار دايما مطروح اللي هو البي اتش ايه بتاعي في كل القيم هتروحوا كده كده ليه لانه يعني مش مؤثر مش هعرف يعني مش هيأثر ما يفحاجة انا اذا كنت هشد ولا اذا كنت هحطت سلاك هحطه من فوق يعني فهو كده 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 مطروح يعني لو انا مثلا استقيته وننزل تحت فانا لو هحط سلاك هحطه من المواسير اللي فوق وزا وانا برض نفس الكلام لو انا استقيته وانا طالع مثلا على سبيل المسال فانا طالع مثلا فانا هشد بالمواسير اللي فوق فكده كده البي اتش ايه سواء اذا كان في الوضع ده او في الوضع ده بطرحوا بطرحوا من وزن بلاست ريكوردة بيكوب ويت بتاعي كان تلتين وقتين الف بطرح منه البي اتش ايه اللي تحت الجار اللي هو التلتين الف طيب الانترنال فريكشن بتاعي يعني ان دلوقتي وانا بقى في الجار مش هو بيوجيه من القوة عشان اقفله عشان اقفله طب هو دلوقتي في وضع الكلوزد بوزيشن الكلوزد بوزيشن حضرتك فانا هفتحه انا هشد الفوق فلاقي المارتن ديكر لما اجا شد يزيد يزيد مثلا بقوة لعشر تلاف بتاعتي يزيد بقوة الكام لعشر تلاف يعني ذاتا لما اجا شد الفوق كده فلاقي قيمة الانترنال بتاعي بتزيد معي وبقيمة معينا مثلا فلاقي في الاخر خالص بتاعي بقى 310 مزموعة الاتنين بقى 310 يبقى انا ساعت عشان اعمل كوكينج للجار لو انا كنت وقف عن 330 انزل بالوزن الحاد 310 خلص نزلت بالوزن الحاد 310 يبقى انا كده عملت كوكينج للجار خلص كده جمعها واضحة طيب لو انا بقى كنت في وضع اوبني يعني الوضع اللي بقى بتاعي مفتوح عايز اقفله طيب ما هو انا عشان اقفله يبقى انا هنزل لتحت يعني هحط سلاك يبقى اسجل ساعتا بقول كان اقول لكم 3300 وده اخر كيما انا نسجله وزي ما قلتلك الوزن دايما بطرح منه ايه بطرح منه البي اتش ايه علشان هو بيقص هو كده كده قريدي ما تروح معي هو تحت الجارة بيقصرش معي في العزابات لو مش قصر على موصور مش بنزال موصير بشد بيه او بطرح بيه او بعمل اي حك هو كده كده بطرح طيب الانترنال جار فريكشن مش هنلقتك معا نازل لتحت فوانا بنزل لتحت ده بلاقي ان الوزن معايا بيقل يعني مسلا على سبيل المثال كان 330 بليكم 330 مسلا فانا بريع ده اقولها هنقص عشرة هنقص عشرة يعني هتبقى كام يعني ده بقى 330 يعني قيمة الفريكشن بتاعه تبقى اطراحها لان انا في وضع سلاك سلاك يعني كل ما بزود وزن كل ما يزيد لسلاك خلاص هنقول هنا هترحي الانترنال فريكشن بتاعتي هترحها و حضرتك لو انت مشغل البامب بتاعتك فالبامب اوبن فرص هنا فاذاك البامب اوبن فرص هنا انت في وضع الاوبن فنت عايز تاقفل فالبامب اوبن فرص تققى عكسك فتبقى ناقص عشرين ناقص عشرين فذي بقوله برضو اطراحها و يبقى الوزن اللي انا شوفه عشان عمالت لو كان في وضع الاوبن يبقى عشان إكون قفلت الجار وعملت معد وزن 270 يبقى ينزيل الثلاثمات وزن إلى 330 أنا أعجب presentation بالكذب ذلك سأقوم بتقوم بتونج جار طيب تعالي بقى انت اضرب الجار نفير الجار خلاص، نفير الجار إذا كان هو ميكانيكو الجار أو إذا كان هو هدور لك جار نصبPS لو كنت في ميكانيكو يظهر بنوا متلاح resource Happens فقط ال hab最近 عملت جار قلت بالك إذا قمت باك إنا أقوم بتؤمن كوكي�� كده أنا أتبغوه كوكينج. اكمل حفر بقى اعمل اللي انا عايز اعمله وعادي خلص مش مشكلة. طب لو انا ما استقيت وانا في الوارع الكوكينج اللي هو المكان موجود ده. وعايز افاير الجار. لو هضرب داون جار. يعني مثلا انا على سبيل سال طلع بولاوتوفول بتربة واستقيت. فلازم هضرب داون جار. طيب هضرب داون جار دات يعني ايه? يعني انا هحط سلاك. اقول لك ارمل سترينج. ارمل سترينج شي زي ما اتفقنا دايما. انا طرحت منه التلاتين. طيب انا دلوقتي عشان اخلي الجار يضرب زي ما اخدنا في المحاضرة اللي فاتت. فانا محتاج افك ده. اللي هو داون جار دا. افك ده. فبقول لك هتحط سلاك قد ايه? اقول لك مثلا لو انت عايز تضرب داون. هتحط سلاك مسلا ولكن اربعين. لابن احضر لك لازم احط سلاك اربعين. احط سلاك اربعين ديت يعني اناقص اربعين من الوزن. او اخلي الوزن بتاعي ينزل اربعين. خلاص? يبقى بدل تلاتين وتلاتين ينزل مسلا اربعين يبقى متين وتسعين. مسلا مسلا. خلاص? يبقى يعمل في حسابي ان انا في عندي اربعين هحطهم تاني. طيب. البامب اوبن فورس. البامب اوبن فورس هنا يا جماعة. مش انها نازل دلوقتي بقفل. يبقفل ونازل تحت. خلاص? فهيبقى هي بتعكسني. صح كده? فهيبقى بتعكسني دي هتيبقى ايه? يبقى اترحى برضو معي. اللي هي البامب اوبن فورس بقى اترحى. فتديك ليه الكيمة العشرين اللي هي نحز بينها. يبقى اقول لك الوزن النهائة تلاتين ماقص منها تلاتين ماقص منها اربعين ماقص منها عشرين. ادتك في الاخر الوزن اللي مفروض تشوفه على المطكن ديكار كان كام كان متين واربعين. يبقى انا ساعتها لما ابص انا ساعتها بعد ما عاملتك وهم كل داتة ماقص عن تلاتين. اقول له انزل لحد ماتين واربعين يا حاج وقف. زيت حد ماتين واربعين هتلاقي الفاير ضرب على طول. ده لو كان دون جار. طيب لو كان اب جار. لو كان اب جار بنفس الكلام انا اب يا جماعة ان انا دلوقتي هضرب جار لفوق. فالفوق ديت يعني لازم ان اعمل بيكب. اشوف اخر وزن البيكب كان تلاتين. وكزلك انا بطرح منها البيتش ايه لي ان هي مش مؤثرة معيه في المواسط اللي بدل لعب عليها فوق. المطرح منها ده. طيب الاب جار تريبلود سيتنج. يعني ايه? يعني دلوقتي يا جماعة بيقولك ان انت محتاج علشان تفتح الجار لفوق. احتاج تشد اوفر بول. فانت هتشوفها الانديكيتور بتاعك ايه? زيادة في الوزن. صح كده? فانا بقولك شد اوفر بول. اللي هي القيمة اللي كانت مكتوب عليك في المانوال ولا يكون اربائة تمانين. خلاص يبقى مثلا الداون الاربعين والمانوال بيقولك الاب كام مثلا تمانين. وكده كده البومب اوبن فورس بتاعتك هي بتعمل انتنسفاي ليه الفورس بتاعتك انتنسفاي ليه الجار بتاعك. فحضرتك هنا ايه بتطرح بس قيمتها عشان يعني بتطلعها بره المعادلة بتاعتك. خلاص? فحضرتك هنا بتقول كام? اخر قيمة كانت تلتمائه وتلاتين. هتطرح منها البيتش ايه هتضيف عليها التمانين وبعين تترح منها العشرين. في الاخر الوزن اللي مفروض تشوفه ويضرب عنده الجار اب تلتمائه وستين. فانت هتقول للراجل ايه. مش ده تلتمائه وتلاتين. شد اوفر بول لحد ما تلاته تلاتمائه وتلاتين. خلاص جات تلاتمائه وتلاتين. هتلاقي الجار اوف شوية هتليجي الجار يجي ضاري. خلاص? نفس الكلام الهيدروليك جار بتاعنا يا جماعة نفس الكلام اللي كلمنا فوق هنتكلمه تحت بس الفرق بين الميكانيكا اللي هو نفس الهيدروليك فلنقول برضو انت عامل او انت عايز تعمل داون جار ديه. نقول الاست ريكوردد سلاكو في لبتكن كزا. في بي اتش ايه كزا. البي اتش ايه كزا. قولك الديزار تريب لود. هو بيكاتبها لك. قولك مسلا وليكن خمسين. البومب اوبن فورس وليكن عشرين. نفس الكلام اللي فوق بالزبط فقولك الويد انديكيتور اللي تقريبها عند كلمة متين وتلاتين. مسلا على سبيل المسال. بساعتها يضرب معك الجار. نفس الكلام هنا. نفس الكلام تماما تماما في الاب جارين. انت نقول برضو البي كوب كان هنا كام. الوزن بتاع البي اتش ايه بطلحه كام. وقال لك القيمة اللي هو كتبها لك في المانوال كايب كام. بطرح الاوبن بام باوبن فورس بساوي كام. وبتالي بقول لك انزل بالوزن بتاعك لحد القيمة دي او اطلع لحد بكلمة ده هي. ساعاتها هتلاقيه بيدرك اوتوماتيك. طيب. يبقى اللي هو الميكانيكا الاو الهايدروليك. نقول لها افتر كوكينج الزجار. بعد ما عملت كوكينج الزجار هعمل ايه? هحط سلاك. سلاك له. اوصل لحد بتاعك اللي هو كما قلت تقول لي سلاك ليه? ان انا قريد عندي طرحت منها بتاعي. اللي اقمت اللي سلاك انا باخد. ان عشان كنا قلت لك انا باخد السلاك من بنزل بالكلمة دي ايه? اللي اقمت زي ما زي ما قلت لك هنا بطرح دايما. خلاص? عشان تحط اتلاك كما دايما قلت معك. انك بحط سلاك. بقى افتر كوكينج الزجار. شوزة كالكوليتد ويت انديكاتور لود. طيب. بعدين يعني زي ما نقول لها بتاعت 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 يعني واستنى الجار شوية عشان يحصل له اللابس زي ما نشاف اهو كده. اهو ننزلناه. رحضاك الجار حصل له كوكينج. بعدين بتشد بقى تشوف انت بتعمل الجار لاتش تريب يعني يطلع من هنا. يعني يحصل لك البلو بتاعك بقيمة اللي انت بزيقات التمانية انت ولا كان. قولك يعني بياخد من تلاتين لستين ثانية. بعدها احيانا الجار بياخد من ديئتين لتمن بعيدة طويل شوية. فبنقول له اهو اتحضطك عشان تعمل داون جار اهو. قولك لو الجار مضربش بعد ما انت محطيت الاسلاك وفويت لحد ما وصلت الوزن اللي انت فيه. قولك ايه? وقف البامب. لان يا وقدة اتجاه عكسي. وقف البامب انت نازل تحت وبتعكسك. بس حتى انا قولك stop the bomb and believe the trapped the pressure. وعمل مرة تانية بس من غير البامب. خلاص? لو ما انفعش الجار دا. فنقولك ساعت ايه? زود الاسلاك وفويت شوية. انه ربما يكون انت قري غلط او مش متشاف او معاك زوية او هوروزونتل او اي حاجة من الحاجات دي. طيب العكس بقى لو احنا هنضرب جار اب. لو احنا عايزين نضرب جار اب زي ما انت شايف كده. فنقولك افتر كوب من الجار يعني بعد ما تعمل كوكينج للجار. ها? تشد الوزن اللي انت محتاجه اللي هو الوزن بتاعك. وبنقولك او اوقف البريك واقف استنى شوية. واقف استنى شوية اللي هو عشان يحصله الانفجار يعني. برضو بنقول في بعض الاحيان بياخد وقت قصير وبعضها بياخد وقت طويل. فقول لو الجار مضربش افضى جار ترب. وبعد نقولك. ليه? لان حددك هنا معايا في اتجاهي. معايا فهتساعدني. معايا فهيه فهتساعدني. لا نضرب. يقولك يبقى تاني بنقول ان تقف نفس الاتجاه بتاعي. واحتاجي نضربها. وقولك يبقى انت هنا في حالة جار اب خد معايا البمب في حالة انت معايا تدرب في الاول وهكذا. طيب. امتى الجار ما يحصلوش فايرينج. جار نوت فايرينج. انت يا جماعة يقولك اول حاجة لو انت ما عملتش كوكينج الجار. انت ما حطيتش الفرس الاول اللي انت تتعمل اللاتش او تتفوق اللاتش. انت ما عملتش كوكينج الاول. تاني حاجة ما سخنتوش. تاني حاجة لو انت نوت ويتنج لونج اناف طيب. انت مسلا والله حطيت الوزن ومستنيتش دقيقتين تلاتة اربعة عشرة احيانا عشان يضرب. مستنيتش. لا على طول خدت وزن تاني فايرينج. طيب. تانية حاجة. اصلا فوق الجار. انت مش عارف توصل الى التحت والفوق. لا تدي سلاك ولا تشد. الجار نفسه مكانيزم فاليار باز. لو انت مخدش في حساباتك وبالتالي عادك تلاقي القيم مأسرة معاك. ما قولنا هو عشرين الف دلوحة. مسجل قيم غلط للبيكب والسلاكو فيه. خلاص. ودي برضي اثر معك. طيب. اي انا اكتفي بهذا القدر النهاردة. اتمنى يا رب نكون قدرنا نوصله بالشكل بسيط وسلس. ان شاء الله نتكلم على النوتس بتاعة الجار انت الله في المحاضرة الجاية. شكركوا جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.